أطلقت وكالة المغرب العربي للأنباء البوابة الإلكترونية الإخبارية لجهة تنجا تطوان الحسيمة والتي تعتبر ثالثة من نوعها بعد بوابتين كل من جهتين الشرق ومراكش أسفي التي أطلقت في شتنبر ودجنبر الماضيين ويعتبر الموقع الإخباري www.poumaptange.ima الذي ينقل المستجدات السياسية والاقتصادية والاشتماعية والثقافية والبيئية والرياضية الثالث من بين 12 موقعا إخباريا جهويا تعتزم وكالة المغرب العربي للأنباء إطلاقه ضمن استراتيجيتها لمواكبة الورش المهيكل للجهوية المتقدمة المغرب يشهد تحولات مجتمعية وتطورات تكنولوجية هناك أورش كبرى داخل المملكة خصة على مستوى الجهات المملكة هناك الجهوية المتقدمة ولا بد كذلك الإعلام أن يواكبها الورش الجهوية اليوم نشهد انطلاقات وكالة المغرب العربي للأنباء لمستوفر على جهة طنجة والحسيمة وهذا سيؤدي إلى مواكبة هذه الدينامية التي عيشها المغرب على مستوى متعددة اقتصادية اجتماعية وسياسية تيجي هذا ماب طنجة.ima بشي يعطي جميع المعلومات التي تدوز على المستوى الوطني في الوكالة على طنجة ولكن في نفس الوقت يعطي إضافة تينتج معلومات خاصة للجهة التي تدوز في الموقع بالصورة وبالصوت ونفس الوقت بمصاحبات ومجموعة هذه المبادرات التي تكون على المستوى نحن بغينا يتعلق بالشؤون والأنشطة التي تكون في الولاية والتي تكون في المدينة مجلس المدينة أو في نفس الوقت المجتمع المدني والمبادرات الاقتصادية والجمعيات النسوية إلى آخره المغرض عندنا هو يبين هذا الموقع واحد الحياوية واحد النشاط السياسي مهم على المستويات جميع المستويات الفنية والثقافية والمجتمعية إلى آخره حضر حفل إطلاق هذه البوابة الإلكترونية الإخبارية الكاتب العام لولاية تنجة طوان الحسيمة وممثلون عن المواقع الإخبارية والجرائد المحلية